بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم أخوتي أهلا وسهلا بكم إن شاء الله كلكم تكونوا على خير و بخير سوف نقدم معكم هذه الرشيما هذه و سنترسوها جميع إن شاء الله سننبسوها عفوا بلعقيق هذه الرشيما هذه هي عبارة على 1-4 ديلا الوريقات و كل ورقة هكا نقسمها نقسمها على ورقة من فوقها بحالي سنعود ورقة أخرى كما تشوفوا هذا الفراغ الوسطاني هو اللي كن هبطوه بالعقيق ديالنا أنا هنا استعملت العقيق المكركب كيفما ممكن أنكم تستعملوه العقيق المهرس المهم أغادة هنا بربعة ديال الحبات ديال العقيق كما تشوفو كان طلع الإبرة كان عمرها بربعة ديال الحبات و أنا غدا وتبع هذا الرشي ديالي أنا دبها هنا دخلت وفاش كان مبغي نطلع الإبرة كان هبطها شوية لتحت يعني من لتحت من هدوك الربعة اللي كن درت قبل مهم أنتم خلص كتشوفوا الطريقة قدمكم هكا كما كتشوفو باش كتجينا هديك الوريقات هي هابطة و جيزوينة على هات الشكل هادا هكا كما كتشوفو بالنسبة لهذا الرشي ما هدي ممكن دروها في جليل بات ممكن دروها في عبايات في عباية او لجليل با خفيفة كتجي في جهة وحدة جهة صدر و المهم هنتو ما أخليكم معايا باش تشوفو إن شاء الله هتاتي ما ديال هادا الرشي ما كاملا وأيضا هي خرجين هاكا من ها واحدة العريشات هاكا كما تشوفو يعني عريشات هاكا يخفافين وصفها البنات المهم غادي نكملو هاكا يا كان بقنا هابطة وتبع هديك الوريقات هاكا على هات الشكل حيث كتجينا هاديك يعني ديك الدورة ديال الوريقات كيف مما أرشمناها تماما المهم كنمشو بربعات ديال الحبات ديال العقيق ولا حسب انتو ما يعني هاديك هاداك الفراغ اللي خليتو ما بين ديك الوريقات والوريقات واش ممتسع بزاف واش يعني قليل إلا كان يعني شتو ديك ربعات الحبات ما كافين كومش كتزيدو تديرو خمسة أولا لكان الرشيم صغير أيضا تقدرو تمشي وغي بثلاتة المهم داك شي لحسب الرشيم كيفاش كيكون عندكم بالنسبة للجهة الأخرى كتمشيوا بنفس الطريقة أيضا بحل كتخدموا بالجهة معاكسة سوف يبقى تبقى وغادين هكا حتى كتكملوا هادي الدورة ديالكم دب اهنا سليت هديك الوريقات اللي ولكن ماشتوا وكنمشيوا عاو تاني كنبدأوا الوريقات الثانية دائما كتبدأوا من الراس هو اللول وانتم ما هفتين التحت عاو تاني باش كتسليوا ديك الجهة كتسليوا عاو تاني للراس ديال الوريقات وعاو تاني كتسليوا هفتين 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 حتى كتسليوا الوريقات ديالكم وكتسليوا بنفس الطريقة لجميع الوريقات دب اهنا بنات انا سليت الوريقات كاملين بربعة بهم اه الوسط درت هديك البولة على شكل الوريطة حتى هي ايضا المهم دب اهنا يا اش كنديرو كناخدو هاد خطيت هن هي العقيقة الابيض هاد الحقيقة هادها كما ك كتشوفوا دير خطيت الشكل هكا اا اه هكا المهم هاد شكلة دياله هكا دير ايكدا كتتديروا واحد هاده ده ده مشان من داك العقيقا انا صراحه ما كانش عندي هنا يا هم يمطور العقيق الا الضوغي التابي ودرة الابيض فمهم بالنسبة للسميتكو كان هنا الضوغي غتي يكون احسن وانما عودته بالبيض يعني ماشي مشكل صافة البنت المهم كتديروا واحد لكي ما كتلكوا معدد هكا معين من العقيق هنا ايضا استعملت نيت المكركب وفر الراس كتديروا هاداك العقيق اللي دير علها تشكل هاداك ركيتباع على شكل زلاكته هو بالنسبة للثمن ديالو كنت شريته باربعين درهم وكي جزوين ونالبناس كي جزوين يعني في الاستعمالات ديالو دابا هنايا غادينا نطلعو هاداك العريش لي خارج من هاداك الوريقات او للوريضة خديت نفس اللون يعني ما مقود شاي الالوان بنفس العقيق غادينا طلعو نكملو هاداك العريش ديالنا وغادي نمشيو ايضا باربعا ديال العقيقات كما كتشوفو يعني كنديرو كنا نخشيو دابا هكايا مثلا نخشينا العقيق ديالنا كنجيو هكايا واحد المسافة وكنخرجو في النص ديال هادوك ربعا ديال العقيقات اللي تثبتناهم في الاول سوف تبقوا غاديين وانتم متبعين هاداك رشيم ديالكم وطبا المهم نهاك انا عدا وكندور حتى نسالي هاد 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 الدورة ديالي هكا وانا غادي نستعمر المهم كما كتلكم البنات مهم غادي نمشيت هنا ايه باربعا ديال الوريقات وايضا غادي نجيو نكمل هنا ايها المهم غادي نستعمر تقريبا مشي تغيب هاداك اللون مقبوط شاي الالوان كما كتلكم وراها جات يعني زوينا حتى يعني ما يعني وخما ما درتش الوان هكا مختلفة راح تلعات الرشيمة زوينا شاعة مهجود غادي نستعمر هكا هاد حتى غادي نكمل هاد الرويس هادها دابت هنا البنات ايضا غادي ننخد اربعة ديالك أهلا هاد تلك كسوا يحبت هاده هاده مهد زلاج هادا هادها وغادي نمشي للرص ديال الوريقات هنا هاده خرج ل overload واغا نطلع الايبرة ديالي وهنا هاده نص 소فيا ديروك الله ترسلي كما كرين لكم مشيتني بالعقيق ل السرائد سوف نستمر هنا كما تشوفوا تماما هذيك اللي من بتقبيل المهم على حسب انتما مهم كما كنت لكم على حسب ارشيم لكم اذا كانت الوريقة صغيرة كانت الوريقة كبيرة المهم لا حسب ان انا ما ارشيش حالة ندير يعني من حبة العقيق وانما المهم هكا كتبقى مهم تبعين الوريقة ديالكم وصافي مهم كتبقى وغادي ناكا كتشوفوا عينكم ميزانكم هكا انا غادي نكون سليت هذوك الوريقات تبقى غادي ناخد هذي البولات هذوها الكبار البنات وغادي نحطهم في هاتي الجيهة هادي هكا باش غادي ناكمل هذك الفراغ اللي في هاتيك الوريقة صافي وغادي نحاول انتبتهم هكا يا مزيان كي مشتوا صافي راني تبتهم بربعة بهم وايضا في هذوك الرويسات ديال الوريطة الاخرين اللي بقاوا تاهم هدرت واحد جوجلوزات وحدا عطيها الرس ديالها هكا والخرى عطيها الرس ديالها الجيهة الاخرى وهكا تكون الرشيمة ديالنا كيما كتلكم اللون في اللون وجهة زوينة بزايف وهذا وشكل ديالها وصف البنات كي مشتوا معنا رشيمة ديالنا سهلة مهلا وما كتحتاش بالزعب ديال العقيق يعني العقيق اللي وضعت انا هنا ممكن تما تعودوه بعقيق اخر كيما كتعرفو ماشي ضروري مهمة تترهنوا بنفس العقيق اللي كتشوفوا في اي رجمة وانتمنى ان شاء الله انها تكون لات الاعجاب ديالكم فاتنسوش ديرونا لايك الى عجبكم هذا الفيديو هذا وتشاركوا معي في القناة ديالي ساميك ركوش شكرا لكم الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة